هذا وقد التقى رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بالرئيس نيكوس أنستاسيادس رئيس الجمهورية القبروسية جاء ذلك خلال مشاركة سيادته في القمة الأوروبية الأفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل وصرح متحدث الرئاسة بأن رئيس السيسي أشاد بالتطور المستمر في العلاقات المصرية القبروسية وما شهده التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين من تقدم مطرد إلى جانب المواقف القبروسية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية وأكد رئيس السيسي حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون وتكثيف التشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان ومن جانبه أعرب الرئيس القبروسي عن اعتزازه بخصوصية الروابط التاريخية بين مصر وقبرص مشيدا بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين ومؤكدا تطلع قبرص لتحقيق المزيد من الخطوات بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين فضلا عن موصلة تعزيز آليات التعاون الثلاثي مع اليونان لسيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط فضلا عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية